وأكيد أنه شد انتباه الجمهور والمشاهد يكون بجمالية القصة وأيضا بأسماء النجوم المشاركين في العمل ربما حضرتك تعودنا عليك أنك مكتشف المواهب الجديدة المواهب التي تدخل مجال السينما لأول مرة لكن فكار ما شفنا أسماء مهمة جدا في كل وطن العربي ما شاء الله عليهم كلهم نجوم شباك تذاكر والله أنا يعني أنا ما ببقاش متعمد أجيب نجوم شباك أو نجوم من صف الأول أو نجوم جداد أو أكتشف حد جديد أنا بعمل اللي أنا حاسه دايما وبعتقد أن الفيلم كاصنع على بعضها بما فيها بقى من درجة الإيجادة في التمثيل في التصوير في الإخراج في المزيكة في كل عناصر العمل هي اللي بتنجح على بعضها ككوكتيل لأنك أنت ممكن تجيب أعظم نجوم لكن تعمل بيهم فيلم تافه أو فيلم ما ما تعرفش تديرهم كويس أو ممكن تجيب العكس ممثلين مش كويسين خالص ممثلين جداد لسه جداد خالص بس تحطهم في قصة كويسة جدا سيناريو محكم مخرج يعرف يديرهم فطلعا وبالتالي عنصر النجوم مهم جدا وببقى يعني ببقى حريص عليه بس دون قصدية متعمدة أنا لازم يبقى معايا النجوم أو بخطط ليبقى معايا النجوم كل اللي اشتركوا معايا في العمل كلهم يعني بيني وبينهم تاريخ طويل اشتغلنا مع بعض كتير جدا سواء مدام غدا عبد الرازق سواء عمر سعد سواء مجد المصري يعني وفي ناس أو بشتغل معهم لأول مرة زي مدام زينة ومدام دلال عبد العزيز وفي وجوه جديدة قدمتها أنا بحرس في كل فيلم اللي أنا أقدم وجهة أو وجهين جداد لأن ده دوري أنه متى أنت امتلكت القدرة على تقديم وجوه جديدة وتبخل بدا فأنت ما بتضخش دماء جديدة في عروق الصناعة وده بيبقى عيب كبير على أي سينمائي أنه وتحتل الفرصة أنه سأصبر وأن ت 옷ไهر حرار سأصبر